مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون السورية وبعد الضربات الموجعة التي تلقاها الداعش لم يعد يحتل سوى 6.18% من أراضي العراق وبدعم من التحالف العربي الجيش الوطني اليمني يحقق إنجازا نوعيا ويسترد مناطق من الإنقلابيين أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السورية إذ يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يطلب من نظام الأسد التعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي المتهم بأنه شنه الأسبوع الماضي على بلدة خان شيخون السورية وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قدمت في وقت سابق من يوم الثلاثاء مشروع قرار جديد يطلب إجراء تحقيق دولي في هذا الهجوم بحسب ما أعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفير ماتيو ريكفورد هذا وتواعد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بشار الأسد بدفع ثمن باهض إذا استخدم الأسلحة الكيميائية في قصف المدني مجددا في سوريا وقال ماتيس إن الإدارة الأمريكية ساعت لردع نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في إشارة إلى الضربة الأمريكية على مطار الإشعارات العسكري مشيرا إلى أن السياسة العسكرية لواشنطن في سوريا لم تتغير وهي التركيز على محاربة داعش العمل العسكري ضد نظام الأسد يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تقف مكتوفة الأيدي بينما يتجاهل الأسد القانون الدولي ويستخدم الأسلحة الكيميائية التي كان أعلن عن تدميرها في السابق سياسة العسكرية في سوريا لم تتغير وهي إلحاق الهزمة بداعش عذر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر روسيا من أنها ستجد نفسها في عزلة ما لم تبرم صفقة جيدة مع واشنطن بشأن سوريا وكدى سبيسر أن الولايات المتحدة مفتحة على الشراكة الاستراتيجية مع روسيا لتحقيق الأهداف المشتركة مثل إلحاق الهزمة بتنظيم داعش إذا لم نستطع إبرام صفقة جيدة وإذا لم نقدر على التوصل إلى مساحة من شأنها تلبية مصالحنا الوطنية فليس هناك أدنى شك من أن روسيا ستجد نفسها في عزلة لقد وضعت نفسها في خندق واحد مع نظام الأسد وإيران وكوريا الشمالية وهذه أنظمة فاشلة علاقة موسكو مع نظام الأسد تجعلها في جزيرة معزولة لكن هذا لن يعفيها من واجب الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها نحن منفتحون على التعاون الاستراتيجي مع موسكو ويمكننا تحقيق أهداف مشتركة على سبيل المثال مكافحة داعش ولكننا في الوقت نفسه سندافع عن مبادئنا وقيمنا اتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء على التأكيد بأنه لا حل ممكنا في سوريا طالما استمر بشار الأسد في السلطة كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولز أن كل المشاركين في اجتماع مجموعة الدول السبع شددوا على الغول بأنه لا مستقبل لسوريا مع بشار الأسد التفاصيل في سياق التقرير التالي لا حل في سوريا مع بقاء الأسد هذا ما اتفق عليه وزراء خارجية الدول السبع في توسكانا بإيطاليا حيث أكدوا بأنه لا حل ممكن في سوريا طالما استمر بشار الأسد في السلطة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولز أعلن في مؤتمر صحفي أن كل المشاركين في اجتماع مجموعة الدول السبع واللقاء الموسع مع عدة دول عربية منها قطر والأردن والإمارات والسعودية شددوا على القول بأنه لا مستقبل يمكن تصوره لسوريا مع بشار الأسد مشيرا إلى أن هذا ليس موقفا عدائيا اتجاه الروس بقدر ما هو يدم ممدود بشفافية من جهته قال وزير الخارجية الألماني سيغمار جابريال في ختام اجتماع موسع شمل بعض الدول العربية أنهم يريدون حمل روسيا على دعم العملية السياسية من أجل تسوية سلمية للنزاع السوري مشيرا إلى أن هذا هو موقف الوزير الأمريكي تيلرسون مؤكدا دعمهم الكامل له في مفاوضاته الأربعة في موسكو تيلرسون أكد أن الولايات المتحدة تأمل أن تتخلى روسيا عن دعم بشار الأسد لأن أفعالا مثل الهجوم الكيميوي الأخير جردته من الشرعية في إشارة إلى مجزرة خاشيخون بريف إدلب التي أودت بحياة مئة شخص وإصابة أربعمائة آخرين وأضاف الوزير أن أمريكا ستبحث عن خيارات استراتيجية لوقف تصاعد العنف في سوريا مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل بكل ما أوتيت من قوة على ترحيل الأسد عن سلطة كما أضاف الوزير أن الهجوم الصاروخي على قاعدة الشعيرات في حمص ما هو إلى رد مباشر على همجية نظام الأسد وأنه لا يمكن لأمريكا أن تسمح بأن يسقط مخزون الأسد من الأسلحة الكيميوية في أيدي داعش وغريها كل هذا وذاك يزيد من الضغط على روسيا بشأن قطع علاقاتها بالأسد حيث أعلنت بريطانيا وكندا أنه قد يحدث تشديد للعقوبات على موسكو إذا واصلت في دعم نظام الأسد الإجرامي يشهد جنوب السوري المحاذي للأردن تحركات عسكرية ونشاطة ملحوظة ضد مقاتلين من داعش الإرهابي وسط تقارير صحفية تتحدث عن دور أردني لوجستي بهذه العمليات القتالية التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميل عطاء الدباغ تتجه الأنظار نحو الجنوب السوري حيث معارك طاحن بين فصائل الجيش السوري الحر وتنظيم داعش في مسعى إلى طرد الأخير من المناطق التي يحتلها في جنوب البلاد وفي موازاة المعركة المستمرة في شمال درعا وغربها ضد تنظيم داعش والجماعات المحسوبة عليه أكد جيش المغوير التابع للمعارضة السورية عن انطلاق معركة واسعة ضد التنظيم في الجبهة الجنوبية برعاية الأردن وتعاون التحالف الدولي ويشارك فيها فصائل جيش المغوير وأسود الشرقية وشهداء القريتين على أن تكون نقطة الانطلاق قاعدة التنف القريبة من الحدود السورية الأردنية هذا السيناريو يشابه تماما ما جرى في شمال سوريا حين أطلقت تركيا عملية درع الفرات بغية تحرير المناطق التي كان داعش احتلها شمال حلب خاصة جرابلس وإعزاز ومسقط رأسه في الشمال مدينة الباب ومع نجاح عملية درع الفرات واقتراب معركة الموصل من الانتهاء يبحث مقاتل داعش عن منجأ جديد وبدأ بعضهم التوجه نحو الأردن التي تربطها حدود واسعة مع سوريا تصل إلى ثلاثمائة وخمسة وسبعين كيلو مترا ولقطع الطريق أمام داعش تزداد التحركات العسكرية الأردنية على الشريط الحدودي مع سوريا وفق ما أشارت مصادر رسمية أردنية إضافة إلى وجود تعزيزات أمنية غير مسبوقة لرفع مستوى الجهوزية في حماية الحدود وترافقت تلك التحركات مع نشر تقارير إعلامية تحدثت عن عمليات أردنية أمريكية بريطانية مشتركة على وشك أن تنطلق لأجل القضاء على تنظيمات إرهابية تنشط على الحدود الشمالية الأردنية خاصة في منطقة الركبان وما حولها تلك التحركات العسكرية تزامنت مع استضافة الأردن الاجتماع السابع لمجموعة دعم الاستقرار المنبثقة على التحالف الدولي للقضاء على داعش الذي عقد بمشاركة نحو 90 مشاركاً من 35 دولة ومنظمة بحثوا فيه آخر التطورات العسكرية ضد داعش في الموصل وجهود إعادة الاستقرار والوقوف على المسائل الإنسانية المتصلة بعمليات التحرير لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنا عودة بعد قاصلاً قصير أحييكم من جديد في العراق فقد تنظيم داعش نحو ثلاثة أرباع الأراضي التي كان يحتلها وقد أخرجت القوات الأمنية العراقية التي تدعمها ضربات قوات التحالف الدولي أخرجت المسلحين تدريجياً من البلدات والمدن على مدى السنتين الماضيتين وتستمر المعارك ضد التنظيم في مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة في العراق المساحة المسيطرة عليها مقبل أصابات داعش الإرهابية لغاية 31 آذار 2017 هي 29903 النسبة المئوية هي 6.8% من مساحة العراق الكلية بعد أن كان يسيطر على 40% الآن تحت السيطرة فقط هي 6.8% من مساحة العراق ومع استمرار القوات العراقية المشتركة بمحاصرة مقاتلي داعش في منطقة الموصل القديمة وتحديداً بالقرب من الأحياء السكنية المحيطة بجمع نور الكبير الذي ألقى منه البغدادي أولى خطبه في عام 2014 يحاول مسلح هذا التنظيم استهداف النازحين الهاربين من هذه المنطقة باتجاه مواقع قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية مراسلنا ويسام يوسف كان هناك واتطلع على ضحايا قصف داعش وقناصته ما يقع على عاتق القوات العراقية المشتركة في معارك تحرير مدينة الموصل ليس القتال مع أفراد داعش لغرض تطهير المدينة من إرهابهم فقط ولكن لإنقاذ الأهال من بطش داعش وإيصال الغذاء والدواء لهم وعلاجهم أيضاً هذا المشفى الميداني المتقدم أقامته قوات مكافحة الإرهاب في مكان متقدم بالقرب من خط الصد لغرض استقبال المصابين من المدنيين والذين يستهدفهم تنظيم داعش أثناء نزوحهم أو الذين يتعمد مقاتلو التنظيم قصفهم بالصواريخ والهوانات قوات مكافحة الإرهاب تسهل وصول المساعدات الإنسانية أيضاً إلى الأهالي الباقين في الأحياء المحررة حديثاً والذين يفضلون البقاء رغم المخاطر التي تواجههم حيث يواصل داعش قصف منازل المدنيين بشكل مستمر كما حدث مع هذه العائلة التي فقدت تفليها إثر قصف داعش لمنزلهم بعد التحرير السلام عليكم الشهيدة المهام التي تقوم بها القوات الأمنية العراقية في عمليات تحرير الموصل تحمل جانباً إنسانياً أيضاً لا يقل أهمية عن الجانب العسكري رغم قلة الإمكانات خياساً بالتحديات والمخاطر التي تواجهها خاصة مع خطورة دخول الكوادر الإنسانية الساندة لعمليات التحرير إلى اليمن حيث استعادت قوات الشرعية اليمنية بدعم من قوات التحالف العربي السيطرة بشكل تام على جبل النار شرقي مدينة المخة بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح مصادر عسكرية قالت إن قوات الشرعية تواصل تقدمها باتجاه معسكر خالد الاستراتيجي الواقع في المفرق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة المصادر ذاتها أكدت أن قوات سودانية شاركت في العملية العسكرية التي يقودها التحالف العربي والتي انتهت بإحكام السيطرة على جبل النار وإلحاق خسائر فادحة بالمتمردين ما دفع ميليشيات الحوثي للهرب من المنطقة في مصر اتشحت معظم شوارع محافظة الإسكندرية بالسواد جراء التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة المرقصية فهيم نسيم أحد الضحايا الذين لقوا حتفهم بالتفجير الانتحاري ورحل نسيم الذي كان يعمل حارس أمن للكنيسة عن عمر نهز 52 عام تاركا وراءه أسرة وأحبا أبقى فرحانة أنه داخل عيد أبقى فرحانة ما عنديش استعداد أفرح أفرح لما ابني الغالي علي اللي حتة مني اللي واجع قلبي مش الفرق وحش هو اللي كان بيسأل وهو اللي بيسأل علي وهو بيسأل أكلت إيه شربت إيه نجيب لك إيه على طول كده كل يوم كل يوم لازم يسأل علي مسلمون وأقباط يعزون بعضهم بعضا في رحيل ابن الأسكندرية نسيم فهيم الذي قضى نحبه في تفجير الكنيسة المرقصية انفض العزاء وبقيت ألام الفراقة لا تفارق العائلة أم مكلومة في ابنها الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 52 عاما فكان هو المعين والسند بعد وفاة والده وتناجي نفسها وتقول بأي حال جئت إلينا يا عيد وزوجة اقترى صورة زوجها الراحل في ابنيها وهي التي ألحت عليه بعدم الذهاب للكنيسة يوم إجازته التي يعمل فيها حارسا للأمن فالراحل هو صاحب الإشارة التي أنقضت الكنيسة من دخول الانتحاري إليها وبداخلها البابة ودروس ومرور الانتحاري من بوابة كشف المعادن صدمة جامدة عليها عمره ما كان بيرحي يقف برق كده خالص فأنا حسيته ده مختهر واليام اللي فاتت خالص اللي كان يعني من أسبوع كده كان هاجي جدا واللي جايله بهدوء وقال له ما لك يقول لي ما فيش بقول له أنا هنخرجه فين يوم شم النسيم ونخرجه قال لي لأ خدي مينة وخدي ولدك وخرجي أنا عايز أنام نسيم رحل عن الدنيا ونسيم آتم بغير جد فأمين لابن الأكبر متزوج وبعد شهرين سيأتي ولده ولأحفاد نسيم باسم غيره والده ليظل الاسم يتردد بين مسامعهم كان فاضلوش قارينو وابني يجي عدديني اوه ويشوف كده كنت ناوه سميه اسم تاني بس مالوش اسم تاني ابني عندي غير ان انا هسميه باسم أبويا هسمي نسيم بس نشاء هو هيتسمى نسيم وحس ان ابن هيتطلع شاب أبويا أنا أبويا قبل ما يموت بأربعة أيام أنا كنت أقيل لهم يقيل لمراتي قلت لها حاسس أبويا عمر قصير قلت لي أبني بعد الشهر بتقول كده دي قلت لي أنا بقلي يومين بأحلم بابويا عمال يكلمني وكل شوية عمال يتصل بي يقول انت وحشني إرهابنا لا يفرق بين جنس أو نوع أو عرق أو دين فاندموا سواء والعيد واحد والمصاب آلم الجميع صحاب أي صحاب العيد جيم ما أثر على كل الناس بصراح وبعدين مسلم ومسيحي بردك زعلنين يعني زي ما حضرتك شفت فقا مسلمين قدي من الأحباء والناس الطيبين وتظل المواساة بين أفراد العائلة هي السبيل للتضامن في أصعب الأحزان عيد غير كل الأعياد مر على عائلة نسيم فتبدلت التبركات بالحسارة والتعازي فرحة سرقتها أياد سوداء وعقول حالكة تركت غصتها في حلق المصريين جميعا فالدم واحد والمصير مشترك بعيدا عن الشأن العربي أعلنت الشرطة الألمانية أن دوافع الهجوم بعبوات ناسفة شديدة الانفجار على حفيلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم غير واضحة المعالم مشيرة إلى أنها تجري تحقيقا لكشف ملابسات هذا الهجوم فقال قائد شرطة دورتموند إن الشرطة تفترض أن حفيلة الفريق أصدفت عن عمد في الهجوم لدى مغادرة الفريق الفندق في طريقه إلى الملعب لمواجهة موناكو الفرنسي في ذهاب ربع نهاء دور أبطال أوروبا نددت كوريا الشمالية بإرسال الولايات المتحدة مجموعة بحرية ضاربة إلى مياه شبه الجزيرة الكورية مؤكدة أنها مستعدة لخوض الحرب إذا ما أرادت واشنطن ذلك فيما قال مسؤول كوري جنوبي إن الصين صادقت على عقوبات جديدة سوف تزدرها بحق كوريا الشمالية في حال إجرائها أي اختبار نووي أو صاروخي جديد التطورات في تقرير الزميل نضال عمرية يبدو أن الضربة الأمريكية الأخيرة لقاعدة الشعيرات الجوية في سوريا قد ألقت بظلالها على الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية خصوصا وأنها حملت بين طياتها رسالة أمريكية بالغة الوضوح إلى كوريا الشمالية تفيد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب تختلف كليا عن إدارة سلفه السابق باراك أوباما الذي اكتفى بخوض حرب كلامية فقط حيال استفزازات بيونج يانج المستمرة بعض التسريبات الأخيرة أفادت بعزم بيونج يانج إجراء تجربة نووية سادسة بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الخامسة بعد المئة لمولد مؤسس النظام وهي مناسبة عادة ما يحتفل بها النظام الشعوعي باستعراض قوته العسكرية ما دفع واشنطن إلى الزج بأسطول بحري أو ما يعرف بالقوة الضاربة والتي تضم حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون وأسطولها الجوي ومدمرتين قاذفتين للصواريخ وطراض بحري نحو الجبهة الغربية للمحيط الهادي على مقربة من شبه الجزيرة الكورية في غضون ذلك يبدو أن زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للولايات المتحدة قد أتت أكلها في إقناع بكين حول كبح جماح طموحات بيونج يونج النووية الممثل الخاص للصين في شبه الجزيرة الكورية وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي في سيول أكد أن الصين بصدد إصدار عقوبات جديدة بحق كوريا الشمالية في حال إجرائها أي اختبار نووي أو صاروخي جديد بيونج يونج بدورها وصفت إرسال واشنطن أسطولها البحري إلى شبه الجزيرة الكورية بالقرار المتهور مهددة بالرد على أي محاولة اعتداء أمريكية على أراضيها في الوقت الذي عبرت فيه موسكو عن قلقها من احتمال ما أسمته تحركا عسكريا أمريكيا منفردا ضد كوريا الشمالية نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير تعيين الباكستانية ملالة سفيرة للسلام لدعم تعليم الفتيات أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها تطبيق لتحسين صورك السيئة وجعلها مثالية أطلقت شركة أدوبي المتخصصة في تعديل الصور تطبيقا جديدا يعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين صور السيلف الرديئة بشكل جدري وتعمل مجموعة الأدوات التي يوفرها التطبيق على ضد زاوية التصوير وتغيير عمق الصورة عن طريق ميزة Deepth of Field فيما تقوم أداة أخرى تسمى لكوفي بجعل الصورة تبدو وكأنها قد أخذت من زاوية أكثر إغراءا واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القدس العربي ميزة مثيرة في آيفون الجديد جاء في تفاصيل الخبر كشفت تقارير جديدة أن شاشة هاتف آيفون الجديد لن تكون التغيير الأكثر إثارة في النسخة الجديدة من الهاتف وإنما إضافة جديدة متعددة الوظائف وأظهر التقارير الجديدة أن آيفون 8 الجديد سيشمل موصلاً ذكي مشابهاً للمشفك الثلاثي الموجود في جهاز آيفاد برو والذي يستخدم مع أجهزة الواقع الافتراضية صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين عنونت بين صفحاتها موتورولا تكشف عن هاتف ذكي جديد كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد موتو جي بلاس من الفئة المتوسطة موضحة أن الجهاز الجديد يعتمد على نظام جوجل أندرويد ويت الهاتف في جسم مصنوع من المعدن ويمتاز بكاميرا سريعة وضافت الشركة الأمريكية أن تقنية التركيز ذات البكسل المزدوج تعمل على ضبط التركيز بسرعة في الكاميرا وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية ومايكروسوفت تطلق تحديثا جديد لويندوز 10 أطلقت شركة مايكروسوفت التحديث Creators Update لنظام تشغيل ويندوز 10 الذي يوفر للمستخدم كثير من الوظائف الجديدة يعمل التحديث الجديد على تسهيل عملية إنشاء المحتويات ثلاثية الأبعاد على الأجهزة المكتبية إذ يتمكن المستخدم عن طريق برنامج Paint 3D الجديد من إنشاء رسومات وتعديلها ومشاركتها مع المستخدمين الآخرين نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا عين الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو كويترس يوم الاثنين الماضي الباكستانية ملال يوسف زاي الحائزة جائزة نوبل للسلام سفيرة للأمم المتحدة للسلام لتشجيع تعليم الفتيات بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إطلاق مسلح من طالبان النار على رأسها وهي في حافلتها المدرسية في عام 2012 ويوسف زاي التي يبلغ عمرها 19 عاما هي أصغر سفيرة للسلام وهو أرفع تكريم تمنحه الأمم المتحدة لفترة مبدئية تستمر عامين حذرت هيئة الأدوية البريطانية من بيع الأدوية عن طريق الإنترنت التي تعد غير مصرحة قانونيا وتسببها بالأمراض بنسبة 45% تفاصيل أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع مع الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن أجرت هيئة الأدوية دراسة علمية في بريطانيا تؤكد أن الصيدليات الإلكترونية الغير مصرح بها قانونيا والتي تبيع الأدوية عن طريق الإنترنت كلها تتسبب بأمراض تبلغ بنسبة 45% من الحالات المرضية وأن تلك الأدوية تؤدي إلى خلق أنواع جديدة من البكتيريا التي ليس لها علاج وحذرت هيئة الدواء البريطانية من الأدوية التي تباع بالإنترنت وخاصة المضادات الحيوية لأنها لا تستخدم ولا تصرف إلا بضوابط طبية وأن استخدامها عشوائيا يضر بالصحة حيث أن بيع الأدوية المجهولة المصدر والكبسولات العشبية الغير مرخصة والمنتشرة في الصيدليات الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم ترويجها بإعلانات تجذب المشاهد كعشاب التخصيص مثلا تعتبر أعشابا سامة وشديدة الخطورة ولا تنتمي إلى الحقل الطبي ومسببة للتسمم الدوائي والذي تبدأ أعراضه بالتنميل بالوجه والفم ووهن بالأطراف وهبوط مفاجئ في ضغط الدم وضيق تنفس حاد قد يؤدي أحيانا إلى الوفاء وأكد الأطباء على ضرورة التأكد من اسم الشركة المنتجة للدواء وترخيصها من وزارة الصحة وخضوعها للرقابة ووجود نشرة الدواء داخل العلبة إلى أخبارنا الرياضية خضى يوفنتوس خطوة كبيرة نحو بلوغ نصف نهاء دور أبطال أوروبا بعد فوزه بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه برشلونة في ذهاب ربع نهائي فوز سيمنح اليوفي أفضلية كبيرة في مواجهة الإياب بينما أصبحت مهمة النادي الكاتلوني صعبة لبلوغ دور الأربعة برشلونة أخفق في الخروج من دوامة النتائج المخيبة ليتلقى هزيمة ثانية على التوالي في ظروف ثلاثة أيام في ظرف ثلاثة أيام بعد سقوطه يوم السبت الماضي في الليجة أمام ملقة أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني تأجيل مباراته مع موناكو الفرنسي التي كانت مقررة يوم أمس الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دور أبطال أوروبا إلى مساء اليوم بعد انفجارات استهدفت الحافلة التي كانت تقيل لاعبيه وأوضح النادي أن الموعد الجديد للمبارات سيكون اليوم عند الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت جرينج أيضا مشاهدين في أخبارنا الرياضية ذكرت مصادر مقربة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه سيوقع عقدا جديدا مع شركة المستلزمات الرياضية نايك لمدة عشر سنوات سيتقضى خلالها مبلغ خمسة وثلاثين مليون يورو عن كل سنة وسيصبح رونالدو الذي يرتبط مع الشركة الأمريكية منذ عام 2003 سيصبح الرياضية الأعلى أجرا في التاريخ خبرنا الأخير أيضا من عالم الرياضة إذ أوقفت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة الغدم نجم برشلونة البرازيلي نيمار ثلاث مباريات عقابا على تصرفه أمام حكم مباراة فريقه مع ملقى بعد تلقيه البطاقة الحمراء وستحرم العقوبة نيمار من المشاركة مع برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية أمام ريال مدريد في السادس والعشرين من الشهر الجاري وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين مجلس الأمن يصوت اليوم على إجراء تحقيق في الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون السورية بعد ضربات الموجعة التي تلقاها داعش لم يعد يحتل سوى 6.18% من أراضي العراق وبدعم من التحالف العربي الجيش الوطني اليمني يحقق إنجازا نوعيا ويسترد مناطق من الإنقلابيين بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء دائما كونوا معنا اشتركوا في القناة